طيب دكتور ايه هي الامراض الوراثية ايا كانت تقسمها زي ما حدرك دكارت ايه هي الامراض او العيوب الخلقية الاكثر شيوعا عند الاطفال يعني الاكثر شيوعا احنا هنقول انه متلازمات المشهورة يعني عندنا متلازمة دون هي اكثر نسبة لانه وهي مشهورة ومعروفة ودايما هي مميزة احنا عندنا بنقسمها بقى لأكثر من حاجة يعني في امراض وراثية وتشوهات تأثر على شكل السنة يعني ايه حجمها ممكن تبقى مدببة ممكن تبقى صغيرة ممكن الحاجات تأثر على السطح ممكن يبقى السطح اللي هو اللي احنا متعودين عليه اللي انت اللامع الابيض ده يبقى صوفت يبقى طري الكالسين فيه قليل ممكن يبقى مغرم او مش مبني مزبوط ممكن يبقى الاحتمال التالي انه هو يبقى فيه فقد كامل في الاسنان يعني احنا ممكن يبقى الطبيعي ممكن ان احنا 32 درس ومنا فيه بعض المتلازمات واحد اسمها مثلا اكتودرما ديسبليجيا بتأثر على الشعر على الجلد على الضوافر وعلى الاسنان وهي مشهورة للأسف يعني شوفنا في اكتر من موقف انها دايما في جواز القرائب ممكن تصيب بعيلة فيبقى اكتر من طفل في نفس الاسرة مصابين بالمتلازمة دي ايه اللي بيحصل ان هو يبقى عنده سنتين ثلاثة مدبابين فقط ويبقى جميع الاسنان والدروس اختفت مش موجودة اصلا نعمل اشعة حتى كمان متبقاش موجودة اه يعني مش موجودة احنا بمعنى انه من الممكن ان هو يجي طفل مثلا عنده اتأخرت الاسنان فناعمل اشعة اللي لاجه الاسنان جوه العظم دي قضية وان هي متبقاش موجودة خالص هي متكونتش البذرة نفسها جوه العظم مش موجودة ده من ايه ازاي ما تكونش دي ده خلال جيني طبعا ده خلال جيني بيصيب تلت حاجات مرتبطين ببعض جينيا الضوافر والشعر والاسنان ودي ديها علاج وغودة العراقية طبعا علاجها احنا حتى يعني جابين بعض الصور للحالات ان هي بنبدأ في البداية لو هو في فقد كبير في الاسنان ان هو بيتعمل طعم متحرك مثلا لطفل ايوة ده صحيح او انا عارف ان طعم متحرك يعني قصة مرتبطة في ازهنة بالكبار في السن قوي انما لا الحقيقة بتعمل في الطفل الصغير بيجي بعد كده هقولها لك برضو مشكلة الزراع ايه ان الزراع عشان تتحطي لازم تتحطي في عضم مكتمل النمو صح انت بتتكلم بقى انت بتحط هذه الزراع وهذا ده ده مسمار تيتانيوم انت بتحطه في العضم طيب انا في حد كبير اوكي مقبولة انما الطفل بقى بتتكلم في 3 و 4 و 5 سنين هتعمل ايه ازراع مهاش اوبشن انما عشان النقطة دي هي very very recent احنا فيها توصيات قريب جدا ان ممكن يتزرع في مكان واحد في الفكين هو في المنطقة الامامية من تحت ويتشارع عليها طعم متحرك بس هتبقى حالة واحدة يعني هارك اثارتي نقطة هي ايه لسه قيد للدراسة بس اخيرا نقدر نزرع حتى في سن مبكرة في المنطقة الامامية دي ابتدت بقى زي ما يلنا في اكتر من تخصص يتعاونوا لان الموضوع يعني بتاع تشوهات ده احنا الماسترو هو طب اسنان اطفال هو بيوزع المريض على التخصصات وبيتابعه انما معانا التركيبات المتحركة والجراحة والعلاج الجزور زي ما حيك ما تفضلتي والزراع وكل واحد من دول يتخصص لتخصص بقى ودور مختلف صحيح